على هذه الجبال تشتعل المواجهات وتشتد وبهدف الوصول لقمامها تمضي وحدات الجيش الوطني لتحرير ما تبقى منها والقابعة تحت سيطرة ميليشيا الحوتي القبيطة والتي يطلق عليها بوابة تعز الجنوبية وتربط بين لحج وتعز تطل جبالها على مناطق مهمة يعد استكمال السيطرة عليها نصرا مهما يمنع الميليشيا من تهديد المناطق المحررة مصادر عسكرية أكدت أن الشباكات عنيفة شهدتها جبهات القبيطة وكرش والشريجة بين الجيش الوطني من جهة والميليشيا من جهة أخرى أسفرت عن مقتل العديد من عناصر الميليشيا وتمكن الجيش من التقدم إلى مناطق قرب جبل الجالس تحركات الجيش الوطني السعية إلى استكمال تحرير المناطق الثلاث جوهت بعوائق عدة أهمها كثافة الألغام التي زرعتها الميليشيا على طول الطريق وهو الأمر الذي عمل على إبطاء تقدم الجيش غياب مقاتلات التحالف العربي عن المشاركة في المواجهات شكله الآخر سببا في تباطئ تقدم قوات الجيش الوطني في تلك المناطق شكله الآخر سببا في تلك المنطقة Mirائيا